السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله بالنسبة للسؤال هو ينفع نضيف ورنيش على الفيلر ان شاء الله ينفع ولكن بنسبة طبعا وهتكون افهدته بالعكس هو مش يكون مفيد او حاجة بقى يعني ممكن بعد الناس بتكون بتضيفه عايزة تعمل زي لامة للفيلر او تخلي الفيلر نعم او او هكذا ولكن اللي بتحكم في نعمة الفيلر خف الفيلر ونوع المسدس اللي بيترش به الفيلر وطريقة التطبيق ضغط الهوى العالي طبعا بيناعم الحباية ايا كانت بقى فيلر او بوية او اي حاجة فالغرض الفكرة يعني لما حد بيدي فورنش على فيلر بيكون عاوز يناعم الفيلر ولكن بتخلي الفيلر بالشكل ده يفقد خواصه اللي هي ايه احنا عارفين الفيلر طبعا بيتخفى بالمسطرة بيتخفى بالتنر الفرن ايه خواص الفيلر من خواص الفيلر الملو يعني لو ضفنا الورنيش او بالمناسبة الورنيش يعني اكريليك يعني ايه اكريليك احنا عارفين البويات بتاعة العربيات عبارة عن بوية سادة اللي هي الاكريليك وعبارة عن بيس كوتس اللي هي المط والورنيش عندنا الفيلر لما بنعوز نلون الفيلر بنلونه من البوية السادة بنسبة من 5 ل 10% حسب النشرة الفنية للمنتج والدعم الفني هو اللي بيقول تلونه فانت بنلونه بده مش بده ينفع ان بنلونه بده يعني فيه دعم فني قال لنا اه ينفع ولكن الافضل بيكون دايما ده لان الفيلر اكريليك والورنيش او البوية السادة اكريليك يعني البوية السادة والورنيش الاتنين اكريليك هنا اللي هو المصلب بتاعه هنا جاي في صورة لون سبغة وهنا جاي في صورة شفافة ولكن الاتنين بياخدوا المصلب بتاعهم فادام نفع انك تضيف على الفيلر البوية السادة يبقى ينفع انك تضيف ورنيش من مميزات الفيلر انه هو سهل للصنفرة فانت كل ما بتضيف الورنيش كل ما بتخلي المميزات بتاعته دي تقل السهولة في الصنفرة لا بقى جديد في الصنفرة قوي في الصنفرة وكذا فهو الورنيش حاجة شفافة ادفه للفيلر مش هيعمل حاجة للفيلر كل ما هيعمله انه هو ايه هيعلي فيه نسبة اللمعة هيعلي فيه نسبة اللمعة يعني تعالى مثلا نجيب جزء مبطانه ورنيش او بياسادة وجزء تاني مبطانه فيلر ده تلاقي بيلمع وده مطفي لان ده فيلر مش بيلمع ولو اددك السطح فيه شبه لامعة مش هيكون زي البواسادة في الصنفرة لا ده حباباته كبيرة سهل الصنفرة ينزل معنا زي البودرة واحنا بنصنفره ليس زي البودرة زي البودرة لان الفيلر التنر الشل لما بتحطله مش التنر الفورن بيخليه زي البودرة بينزل ضعيف الصنفرة هنا هتبقى سهلة انما هنا تبقى جديد فما يفضلش حتى تلاقي الدعم الفني لما يجا ولك عاوز تلون الفيلر بالبويا السادة يقولك ايه من خمسة لعشرة خمستاشر مش اكتر انت كده بقى بتبطن ببويا السادة لو عادت تزود من الكمية دي هيبقى انت ابويا السادة وضيف له فيلر مش فيلر وضيف له بقى سادة او ملون الفيلر لا دا انت فيلة ابويا بتلونها بالفيلر فمش هتستفاد بخواص الفيلر اللي هو الماله بتاع الفيلر الا السهولة في الصنفرة زي الفيلر وهكذا اما لو انت بقى عاوز حاجة تكون سطحها املس وناعم ممكن تبطن ايبوكسي بشرط انك ترجع للدعم الفني يعني احيانا بنبطن بالايبوكسي يعني الدعم الفني تواصلنا معا مفيش ايام مشاكل بيسمح لنا اننا نبطن بالايبوكسي ليه دايما بنقول الدعم الفني؟ لان الضمان على المنتجات والحاجات اللي انت شغال بها هو اللي بدك الجارانتيه على الحاجة فهو بيقولك اشتغل كذا هو بيكون مجره بالحاجة دي وميديك عليها ضمان على هذا الاساس فانت بتشتغل على كلامه لان هي حاجة مجربة وهو عارف هو بيقولك وهو المسؤول عنها في الاخر فبالنسبة لاضافة الورنيش على الفيلر الورنيش هيكون زيه زي البوية السادة حاول يعني انا مش شايفين لي اي داعي بصراحة ادي الفكرة كلها رجالة طبعا الرجوع للدعم الفني قبل اي حاجة هو ده الاصل في القصة واللي عنده اي اضافة يسيبها في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة